أخيرا بعد طول انتظار هاتف شاومي 111 Lite 5G أصبح متاح في الأسواق الجزائرية بسعر 6.800.5 جيجا رام مع 128 جيجا ذاكرة دخزين ليكون بذلك أحد أفضل الهواتف التي تشتريها بهذا السعر لما يملكه من عتات قوي جدا فلنتعرف عليه السلام عليكم ومرحبا بكم خلالتي من جديد قبل ما نبدأ الفيديو كالعادة دعمونا باللايك والشاركة والاشتراك في القناة إذا كنت أول مرة شاهدنا وآن هيا نبدأ الهاتف يأتي بتصميم عصري وفخم شابية بهواتفها الرائدة 111 وال111 برو حيث من الخلف ثلاثة كاميرات في إيطار بشكل مميز ومن الأمام شاشة بدون حواف تقريبا تمتاز بثقب للكاميرا على الجانب الأيصر من الشاشة الهاتف من الزجاج ويزن 159 جرام ليكون من أخفة وأنحى في الهوت كما أنه مقوم للماء والغبار بشهادة IP53 بشكل عام أحد أفضل الهواتف تصميما وأناقا كما أنه يمتاز بالوزن الخفيف الذي يجعل الهاتف مريح أكثر خصوصا عند الاستخدام المطول في هذا الهاتف أحد أفضل الشاشات التي ستحصل عليها بهذا السعر وهي تأتي من نوع أموليد مقاس 6.55 إنش بجودة الفول HD بلاس بمعدل كتابة بيكسلات 402 بيكسل لكل إنش تدعم معدل تحديث 90 هرت وخاصية HDR 10 بلاس وسطوع يصل إلى 800 شمعة مع طبقة حماية من الجيل 6 والمميز أيضا أنها تدعم مليار لون لتحصل على شاشة ذات ألوان مبهرة ودقة عالية وسطوع ممتاز في وضع النهار المباش في هذا الهاتف معالج لأول مرة نراه من كويكم في الفئة المتوسطة يأتي بدقة تصنيع خمس سنة سنو مدراجون 780 جي مع معالج رسومي أدرينيو 642 بصراحة أداء قرافي يقدمه هذا المعالج في الاستخدام اليومي المتنوع كالتصفح ومشاهد الفيديوهات والتنقل بين التطبيقات أما تجربة الألعاب فيقدم أفضل تجربة وعلى أعلى إعدادات مهما كانت اللعب حقيقة هاتف قوي جدا حيث تحصل على أكثر من 560 ألف نقطة في منصة أنتوتو لتفوق بذلك على العديد من الهوت الهاتف يتوفر بعدة نصخ 6 جيجا رام مع 64 أو 128 جيجا ذكرات تخزين و8 جيجا رام مع 128 أو 256 جيجا ذكرات تخزين من نوع UFS 2.2 كما يعمل بنظام أندرويد 11 وواجهات شاومي أمايوي 12 الهاتف يأتي بصوت ستيديو ويعد من أفضل الهواتف التي تقدم لك صوت قوي ونقي جدا أما الكاميرات فهي أربع عندك واحدة في الأمام بدقة 20 ميجابيكسل وثلاثة كاميرات خلفي الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل والثانية بدقة 8 ميجابيكسل إلترا وايد والثالثة بدقة 5 ميجابيكسل ماكرو مع فلاش ثنائي من نوع الليل تدعم التصوير بجودة 4K بمعدل 30 و60 إطار في الثاني تقدم لك الكاميرات جودة ممتازة جدا من حيث الألوان والدقة والتفاصيل الكثيرة في الصور سواء العدسة الرئيسية أو العدسة الواسعة أو حتى الماكرو البطارية بحجم 4250 ميلي أمبير تدعم شحن سريع بقدرة 33 و تقدم لك آداء ممتاز جدا خصوصا أن الهاتف يأتي بدقة تصنيع 5 سنو الموفر للطاقة بشكل كبير أما مستشعر بصمة فهي مدمجة مع زر الطاقة وتقدم آداء سريع الهاتف لا يدعم منفذ 3.5 ميلي للسماعات للأمانة بدون مبالغة أفضل هاتف تاخده بسعر 6.8 ميلي لما يملكه من عدد هاتف مميز من بينها التصميم والخامات والشاشة والمعالج القوي والكاميرات والصوت ستيريو المميز مع بطارية مقبولة جدا لذلك الهاتف يستحق الاقتناء فعلا كان هذا كل ما لدينا حول الهاتف الجديد من شاومي في الأسواق الجزائري في الأخير لا تنسوا تدعمونا باللايك والشير والشاركة في القناة إذا كنتم أول مرة تشاهدنا ودومتم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر